ازايكوا عملين ايه وحشتوني معاكم جهاد هنعمل مع بعض النهاردة الازو اطعم طعمية في البيت عملينها بمقدير سهلة جدا جدا وبسيطة مخديتش مني لوقت ولا مجهود عملتها في 5 دقائق يا جد راحتها حلوة قوي وطعمها مميز وحاجة نظيفة كده عملينها في البيت ومزودة فيها الخضرة يعني بصي بجد خطيرة لازم تجربيها مقدرنا سهلة قوي معايا ربع كيلو فول انا غسلة كويس جدا وسيبها ليلة كاملة منقوع في مي لازم تبيتي ليلة كاملة في مي ومعايا هنا الخضرة بتاعتي شبط وبقدونس وكزبرة وكرات ولو مش موجود عندك الكرات او مش متوافر مش مشكلة معايا بصلة مقطع مكعبات واربع فصو ستوم والتوابل ملح وكمون وكزبرة نشف واهم حاجة بقى نص معلقة الكاربوناتو او البيكنج بودا او هتنسيه في الطعمية مهم جدا هحط بقى المكونات كده على جم وهبدأ استخدم الكبة بتاعتي لفرم الفول الكبة دي بتفرم لحمة بس بس انا هستخدمها لفرم الخضار بتاعي انت بقى لو عندك الكبة بتاعت فرم الخضار هتسهل عليك كتير لان الحلة بتاعتها تكون واسعة وهتضيف فيها كل المكونات مع بعض انا هنا بقى انزلت بالفول بتاعي شوية بشوية وهبدأ اشغل الكبة علشان افرمه انا عايز القوم بتاعي يكون ناعم وكريمي ومفروم كويس جدا تمام بالشكل ده انا هنا خلصت فرم كمية الفول اللي موجودة عندي بص القوم عامل ازاي ناعم جدا وكريمي وهو ده القوم المطلوب هبدأ بقى افرم باقي المكونات اللي موجودة معا هبدأ اضيف البصل وكمان هنزل بقى اربع فصوص الطوم وهضيف بقى الخضرة اللي موجودة معا شوية بشوية لحد ما تتفرم كويس جدا هنا بقى شكل الطعمية بتاعتي بعد ما تفرمت كويس جدا وضفت كل المكونات على بعض اهم حاجة بقى لازم تضي فيها هي معلقتين الميا بعد ما فرمت كل المكونات انا ضفت معلقتين الميا بتفرق جدا جدا في الطعمية بتخليها هشة قوي وانا مش عايزة الطعمية بتاعتي تكون مكبوسة زي بالضبط المطعم بيضيفوا للطعمية ميا بدأت بقى انزل بالتوابل بتاعتي حطيت الكزبرة والملح والكمون انت ممكن بقى تضيفي شطة حسب الاحتياج او الرغم هقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض اخر حاجة هاضفها ومهمة جدا وقوعة تنسيها لانها بتضيف للطعمية وضروري قوي هي نص معلقة الكاربوناتو او البيكنج باودر انا هنا ضفت نص معلقة البيكنج باودر وهقلب الطعمية بتاعتي كويس جدا لحد ما تأكد ان المكونات اندمجت مع بعض اهم حاجة تقلب بيها كويس جدا جدا وحاجتين ضروري ما تنسوهمش معلقتين الميا ونص معلقة البيكنج باودر او الكاربوناتو تمام بالشكل ده هبدأ بقى هنا اجيب اكياس التلاجة بتاعتي علشان انا عايز احط الطعمية في الفريزر واستخدمها وقت الاحتياج تمام هوريكي ازاي تحطيها في الفريزر وتخليها متاخدش اي مكان او مساح انا هنا هحط في الكيس بتاعي الطعمية بتاعتي حسب الاستخدام والاحتياج للكمية اللي انا محتاجاها هفردها في الكيس كده بايدي بالشكل ده وهبدأ اتني الكيس الطريقة دي حلوة جدا لحفظ اي حاجة في الفريزر مش بتاخد مكان انا بقى هجيب اكياس التلاجة بتاعتي وابدأ احط الطعمية في الفريزر وهسيب شوية برا علشان اقليها معيكو اي شكل الطعمية بتاعتي بقى بعضا مخلصت بجدة هيلة جدا وخطيرة ومش قادرة اقول لك راحتها عاملة ازاي انا مزودة فيها الخضرة وكمان حط فيها توابل مميزة وحلوة ولما جيت قالتها حطيت كمان كزبرة نشفة انت ممكن تستخدمي السمسم بجد ياريت تجرب بيها وان شاء الله هتعجبك وهتكفي احلى طعمية في البيت متنسيش اللايك والشير